بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على رسول الله الامين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صل علي صلاةً صلى الله عليه بها عشر ثم سلوا الله للوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وارجو أنكونا أنهو فمن سعلى للوسيلة حلت له الشفاء ثم سعلى للغاية في الجنة ترجمة نانسي قنقر 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 وقعي الله تعالى ديلي عليه وسيلة الله ووسيلة ينموه فإنها منزلة في الجنة فالجنة جورة دودو الجنة سيورة دودو الجنة بنيورة دودو لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله جورة ممبألة بنيورة ممبألة سيورة ممبألة ترجمة نانسي قنقر 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 سواجه نموية هيا؟ إنه سيكون ثقالة قوة ذلك فَمَنْ سَعْلَ لِي أَلْوَسِيلَ كُنَوِيُمْمَ عَلَا دَلِي أَلَا كَرَيَنِي أَلْوَسِيلَ تُيْنَا نَوِي جَوْرَوْا قُ فَلَيْنِي أَلْجَنَّا كُنَوْ ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر